السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يوليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعه اللهم صلي على سيدنا النبي ما اتصلت عينه بنظر اللهم صلي على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سورة المجادلة أو المجادلة ينفع فيها الفتح والكسر أول آية من السورة ترقق القلوب والله اسمع كده قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير سيدة خولة بنت ثعلبة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أوس ابن الصامت وأنه قد ظاهر منها يعني قال لها أنت عليك ظهر أمي فجاءت تشتكي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقول له يا رسول الله بعد لما وقفت معاه ونثرت له بطني وخلف مني وفي ولاد لو أنا ضمنتهم إلي ضاعوا ضمنتهم إليه ضاعوا ظاهر مني وهي تبوث شكوها إلى الله إلى رسول الله فربنا يقول لنا قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما اتكرر رفض السمع في الآية الوحدة دي أول آية في صورة المجادلة ثالث مرات قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ثلاث مرات للتأكيد على هذه الصفة الذاتية لله عز وجل والآن دي تصب بقى في قلوبنا برقة ورأفة أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى من السر فهذه تشتكي والسيد عائشة وقفة على باب الحجرة بتقول لنا مش سمع هي بتقول للنبي إيه سبحان من سمع الأصوات سبحان من واسع سمعه الأصوات جل جلاله أما يكون عندك مشكلة ولا هم الله يسمعك بدا ما تشتكي للناس بث شكواك إلى الله في سورة المزمل آية بقى كلها رئ أو حنان آخر آية في سورة المزمل ربنا يقول للسيدنا النبي إن ربك يعلم إن ربك يعلم أنك تقوم لأن كان سيدنا النبي قعد سنتين اتنين لما ربنا أمروا يا أيها المزمل يقوم الليلة إلا قليلاً سنتين اتنين كاملتين يؤمن الليل كل ليلة لحد لما رجلي بقت زي جزع النخل والسيد عيشة تقول له هون عليك يا سيدي أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك فيقول لها أفل أكون عبداً شكوراً حتى نزرت هذه الآية وكانت بمثابة التخفيف والبشرى لرسول الله ربنا يقول له إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلوثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن فكانت الآية دي بشرة للنبي وبشرة اللي بيعمل زي النبي وبيقوم أغلب الليل وكمان بمثابة التخفيف على سيدنا النبي نتعلم من الآية دي إن ربنا عز وجل يضيع أجر عامل وإن إحنا كمان المفترض ما نضيعش أجر حد ما نضيعش تعب حد بهوى لي أو ليك بعد هذا الشهر الكريم وبعد هذه الأعمال كلها وبعد هذه الختمات وهذه الوقفات يا حبيبنا الغالي الله لن يضيع أجرك الله يعلم أنك تقوم يعلم أنك تصلي ترويح يعلم أنك تصلي تهجد يعلم أنك تحب الاعتكاف يعلم أنك تحب الصلاة إن ربك يعلم آخر آية حنختم بها يا أحباب سورة الإنسان من باب التواصي فيما بيننا عملياً وهذه آية أيضاً مرققة للقلوب ومرققة للآداب والمعاملات بترأأنا في معاملاتنا مع بعض وبتحسسنا ببعضنا ربنا يقول إيه ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قنطريراً يعني معناها أنا بنحس بغيرنا من الناس الغلابة والمحتاجين في الله ابتغاء وجه الله وبنساعدهم ونطعمهم هذا الطعام وهذا العطاء نؤديه بحب بنساعد بحب بتأكله بحب بتديله أي حاجة بحب على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ومش مستني منه لا شكراً ولا مستني منه مقابلة حلوة ولا مستني منه إنه يجزيك بالخير اللي انت عملته لا لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً إنا نخاف من ربنا اللي حركك كده بالطريقة دي إيمانك وخوفك من ربنا إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قنطريراً ولا شك أن هذا مشهد من مشاهد الرقة واللين في المعاملة هو النهاردة إحنا في زمن صعب يا أحباب وفي الزمن الصعب ده لما تلاقي حد بيحس بغيره يبقى ده عملة ندرة فعلاً أو يستهل استلامة زي ما بيقولوا فلما نلاقي حضرتك وحضرتك بنحس بالناس الطيبين والناس الغلابة والمساكين والأرامل والمحتاجين ونوسى عليهم في هذه الأيام المباركة علشان يقدروا يكلوا ويشربوا ويتهنوا ويلبسوا وتدخل عليهم هذه الأيام المباركة إن شاء الله وهم مسرورين وفرحين والفرحة مالية قلبهم وانا وانت كنا سبب في كده وعملنا كده بحب لا شك أن هذا إحساس طيب نابع من اللين والرقة التي تسكن القلب حسوا بعضكم خافوا على بعضكم تئوا الله في بعضكم تواصلوا تراحموا أسأل الله عز وجل بأسماءه الحسنة وصفاته العلام أن يتقبل هذا العمل في موازين الحسنات اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اكتب لنا بهذا الكلام أجرا وارفع لنا به ذكرى وحط عنا به وزرا واشرح لنا به صدرا واجعله لنا عندك زخرا واجعل حديثي يا الله أصدق حديث قلبي لقلوب أنت أكرم مسؤول على الدوام ومنك وحدك يا الله يرتجى حسن الختام كل عام أنتم بخير وكل أحبابكم تقبل الله تعالى مني ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته